هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ ورد في ذلك حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الجمعة أمين فتان لكن بسندهما قال ولم يصح في ذلك شيء عن نبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن الجمعة يموت فيها الناس على اختلاف أديانهم ومللهم ويموت المسلم والكافر في يوم الجمعة ويموت البر والفاجر فليس هذا دليلا على حسن الخاتمة والحديث المروف في ذلك لا يصح